السلام عليكم هنتكلم في محاضرة النهاردة عن ال Operational Amplifier وهنشوف تطبيق ليه ازاي نستخدم ال Operational Amplifier كcomparator هتلاقينا ان احنا في المرحلة التاسعة من الكورس بتاعنا وخلال محاضرة النهاردة هنتعرف على ال Concept بتاع ال Operational Amplifier والتطبيقات اللي ممكن نستخدمها ليه هنتعرف على Inverting Mode, Non Inverting Mode هنشوف ازاي ممكن نستخدمه ك Other, Differentiator, Integrator وكcomparator احد المكونات المعروفة عن ال Operational Amplifier هو IC741 ال IC ديت بتلاقي ان بيها 8 اطراف العد في ال Operational Amplifier بيبتدي من عند الكرف دوت او من عند النقطة السودة فبنبتدي هنا تبقى دي رقم واحد او ديت رقم واحد بعد كده اللي بعدها رقم اثنين او ديت رقم اثنين بنمشي في العد بتاعنا عكس اتجاه عقارب الساعة فعندنا هنا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 نفس الكلام هنا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 احنا قلنا قبل كده ان ال Operational Amplifier هو عبارة عن IC او Integrated Circuit بس ايه هي ال Integrated Circuit؟ ال Integrated Circuit هي عبارة عن دائرة الكترونية صغيرة معمولة من ال Semiconducting Material وفيه جواها دائرة كبيرة جدا في ال IC او في المكون الصغير اللي انت شايفه دوت فعلى سبيل المثال هتلاقي ان ال Operational Amplifier او ال IC اللي انت شايفه قدامك دوت فيه 20 Transistor وفيه 11 مقاومة بصورة اوضح انت زي حبيت تعمل ال IC اللي قدامك ممكن تعملها بال Diagram اللي انت شايفه دوت دوت عبارة عن Transistor 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 وقادي المقاومات اذا عملت القصة دي كلها ففي الاخر هيبقى عندك ال IC او ال Operational Amplifier 7, 4, 1 فتاني العد في 7, 4, 1 في ال Operational Amplifier او في اي IC بيبتدي من عند الكيرف دوت حيث ان هنا واحد والعد بتاعنا بيستمر فعكس اتجاه عقارب الساعة 1, 2, 3, 4 بعد كده 5, 6, 7, 8 طيب ايه التطبيقات اللي ممكن نستخدم فيها ال Operational Amplifier هتلاقي ان انت ممكن تستخدمه ككمباراتور ممكن تستخدمه علشان تقارن اتنين سيجنال جايين لك بحيث ان السيجنال اللي جاي هنا مثلا اذا اكبر من هنا هيطلع لي VCC او القيمة اللي هنا واذا القيمة اللي هنا اصغر من هنا هيطلع لي Ground فممكن نستخدمه ككمباراتور وهنشوف ازاي نعمل الكلام ده مع بعض ممكن نستخدمه كامبليفاير نعمل امبليفيكيشن للسيجنال بتاعتنا بحيث ان احنا ممكن نستخدمه في Inverting Mode او Non Inverting Mode ممكن نستخدمه كSumming Amplifier نجمع كذا سيجنال مع بعض وممكن نستخدمه كإنتجريتور او ديفرنشياتور وكمان ممكن نستخدمه كفلتر ان احنا نعمل فلتر للسيجنال اللي جاية بالسيجنال دي ممكن او الاشارة اللي جاية الاشارة الكهربية ممكن يبقى فيها بعض النويز او بعض الاترابات ممكن نشيل النويز ديت ونخلي السيجنال بتاعتنا تعدي من غير النويز الامبلفير عشان نشتغل بيخش له Input Voltage فبنحط Input Voltage هنا والOutput Voltage بيطلع لي من هنا ففي ملحوظة مهمة جدا لازم نقولها ان Vout دايما هتبقى اقل من V Input اللي داخله في اي دايرة هنصممها علشان فيه ناس كتيرة بشوفها بتوعف وغلطات ان هي بتصمم Operational Amplifier بحيث ان Vout مثلا يكون 100 Volt مع ان V Input Maximum بيبقى 12 Volt Operational Amplifier بيتمثل بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده ببقى فيه خمس اطراف اساسيين 1, 2, 3, 4, 5 فهنا بنوصل ال Positive Volt وهنا بنوصل ال Negative V Supply يبقى هنا مثلا Positive 12 Volt وهنا Negative 12 Volt وهنا ال Output بتاعي علشان نوصله في Inverting Mode فالV Input بتخش على مقاومة وبتخش في الطرف ال Negative وبنوصل الجزء ال Positive دوت بال Ground بحيث ان عندي في الحالة دي هيبقى V Out بيساوي الجين مضروب في ال Input Voltage بحيث ان الجين اللي عندي دوت بيساوي Negative ال R2 مقسوم على ال R1 فنقدر نتحكم في الجين اللي هيطلعلي بناء على قيمة ال R2 وال R1 في حالة ال Non Inverting Mode ال R1 بيخش لها الفولت الاولاني بعد كده ال R2 بيخش لها الفولت التاني بحيث ان ال V Out هيساوي Negative ال RF على R1 مضروبة في V1 زائد ال RF على ال R2 مضروبة في V2 وهكذا اذا عندي اكتر من Signal بس في اشارة Negative في الخارج اذا كانت ال R1 بتساوي ال R2 بتساوي ال R3 وهكذا فنقدر نقول ان ال V Out هتساوي ال V1 زائد ال V2 زائد ال V3 وهكذا مضروبة في ال RF على ال R1 بحيث ان انا خدت القيمة دي عامل مشترك برا وهنا فيه سالب اذا حبيت اشيل السالب ده اقدر اوصل Operational Amplifier تاني بحيث ان ال RF هتساوي ال R اللي هنا زي كده فهنوصل تاني Operational Amplifier هيبقى عندي هنا فيه RF مثلا وRF او R1 وR1 اي قيم مقاومتين بس يكونوا نفس القيمة بحيث ان هيبقى عندي هنا فيه سالب مضروب في سالب فهننتهي بالعلاقة اللي قدامنا دي RF على R1 مضروبة في V1 زائد V2 وهكذا بحيث ان انا زا خدت قيمة ال R1 والR2 والR3 بتساوي قيمة ال RF هيبقى معنا كده ان ال V Out في الحالة دي هتساوي ال V1 زائد V2 زائد V3 وهكذا علشان نوصل ال Amplifier كDifferentiator ممكن نوصله بالشكل اللي انت شايفه قدامك هنا هنا بنحط قيمة مكسف او بنحط مكسف مثلا قيمته C1 وعندنا هنا فيه مقاومة اسمها مثلا RF وال V Input هيخش على المكسف بطريقة مباشرة في الحالة دي ان ال Output Voltage هيساوي negative RF مضروب في C1 مضروب في Differentiation بتاع V Input على DT اما ازا حبنا نوصل Integrator فالمكسف بدل ما كان هنا هننقله نحطه هنا وهيبقى مثلا هنسميه CF وهنا مثلا عندنا R1 بحيث ان ال V Out في الحالة دي هيساوي negative 1 مقسوم على R1 مضروب في CF في التكامل من 0 لحد تي V N D T وال Operational Amplifier برضو ممكن نستخدمه ك Comparator بحيث ان احنا ازا وصلنا ال V Bostif بتاعة Operational Amplifier او ال Bostif Subly وصلناها بVCC مثلا وصلنا ال V Negative بRD او بGround فكده قلبنا المود بتاع Operational Amplifier ل Comparator طب قبل ما نتكلم على ال Comparator خلينا نبص على ال IC السبعة 4-1 اللي احنا هنستخدمها النهاردة ك Comparator فهتلاقي ان فيها زي ما قلنا 8 اطراف بحيث ان ال Bin الاولانية اسمها Offset Null ال Bin التانية هي ال Inverting هي ال Negative ال Bin الثالثة هي ال Non Inverting ال Postif بعد كده ال Voltage Subly بيخش على ال Bin رقم 4 وال Bin رقم 7 ال Bin رقم 4 هي ال Negative Voltage او ال Negative Supply او ال Negative VCC ال Bin رقم 7 هي ال Positive Voltage او ال Positive Supply او ال VCC اذا حبينا نوصل ال Operational Amplifier بتاعنا ك Comparator فهنوصل مكان ال Bin رقم 7 Positive Voltage او VCC وهنوصل مكان ال Bin رقم 4 El Ground او الارضي فادي الخمس بنات اللي احنا عايزينهم المهمين مترقمين ال Bin رقم 2 ال Bin رقم 3 ال Bin رقم 4 ال Negative Supply وال Postif Supply هي ال Bin رقم 7 اللي هي ديت والاود بوت بتاعنا عند ال Bin رقم 6 فدي دايرة بسيطة ممكن نستخدمها علشان ننور LED On و Off بحيث ان انا هنا هوصل مقاومة مثلا 10 كيلو اوم وهنا مقاومة 10 كيلو اوم من ال VCC او من الخمسة فولت الحد الارضي فالقيمة اللي دخلة عند ال Bin رقم 3 هي نص الفولت لان هنا هيبقى عندي فيه اتنين ونص وهنا هيبقى عندي فيه اتنين ونص فولت فمعنى كده ان الفولت اللي داخل من النقطة هنا للنقطة هنا بيساوي اتنين ونص فولت اما الطرف ال Negative هنوصل بمقاومة 330 اوم مش هتأثر في اي حاجة الطرف اللي في المقاومة المتغيرة هو واصل ما بين العشرة كيلو اوم بحيث ان احنا هنتحكم في الفولت اللي داخل عن طريق المقاومة المتغيرة دي اذا كانت قيمة الفولت اللي هنا دي لما هنبتدى نغير في كيلو هانا هو المقاومة الا اكبر من اتنين ونص فولت فمعنى كده ان ال 재미 بتاعي هوينوّر اما زي كانت قيمة المقاومة المتغيرة دي اقل من اتي م girls معنى كده ان ال 재미 بتاعي هيطفي تعالى لنا ابنى دا verdade في سيركت مع بعض فأنا دي l ic بتاعي 7041 واحد وقالنا محتاجين LED ومقاومتين 330 اوم ومقاومتين عشرة كيلو اوم ومقاومة متغيرة نحط الاول IC بعد كده العد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية فعكس اتجاه اقارب الساعة زي ما قلنا نوصل مقاومة عشرة كيلو من ال VCC وبعد كده من نفس النقطة هنوصل مقاومة تانية عشرة كيلو وهنوديها للجراوند بعد كده عند البن رقم تلاتة هناخد قيمة الفولت ما بين المقاومتين اللي هي هتبقى ننو نص وهنوصل المقاومة 330 اوم بالمقاومة العشرة كيلو اوم اللي احنا قلناها هنوصلها بالطرف اللي في النص وطرفين المقاومة المتغيرة هنوصل واحد فيهم بالارضي والطرف الثاني بالVCC بعد كده هنوصل الطرف الرابع بالجراوند الطرف الرقم سبعة هنوصله بالخمسة فولت او بالVCC وبعد كده الاوتبوت بتاعنا الرقم ستة هنطلعه على مقاومة 330 اوم ومنه الال اي دي رايح على الجراوند فهتلاقي الال اي دي بينور غير كده الال اي دي بيطفي خلينا نضيف بازر على السيركت ديت البازر دوت هو جهاز انزار اذا توصله فولت بيعمل الارم او بيزمر فعايزين نحط هنا بازر بحيث ان احنا اذا جلنا خمسة فولت البازر يشتغل بس مشكلة البازر ان هو بيشتغل بطيار عالي شوية والطيار اللي خارج من الامبلفير قليل فمعنا كده لازم هنحتاج نستخدم ترانزيستور وهنوصله بالطريقة اللي قدامنا دي زي ما شفنا في المحاضر اللي فاتت فالترانزيستور نقدر نستخدمه في الابليكيشن اللي بتحتاج طيار عالي شوية ادي الترانزيستور اللي قدامي 2N3904 عندي اميتر باز كولكتور بعد كده ادي الار هتلاقي فيه تلات اطراف هناخد السيجنل من المقاومة للباز بتاع الترانزيستور بعد كده هنوصل الكولكتور بالVCC والاميتر هنوصله على السيجنل اللي رايحة للبازر هنوصل طرف الاخير من البازر او الطرف النيجاتيف هنوصله بالاردي بعد كده هنوصل الطرف اللي في النص او الطرف البوزيتف بالVCC بحيث هنلف المقاومة فهنلاقي البازر هيشتغل واللمبة هتنور في الاتجاه المعاكس هتلاقي اللمبة هتدفي والبازر هيقف وكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر